تحت رعاية منظمة لتحاد الإفريقي وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية للرعاية المركزة للأطفال حديث الولادة تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية ومستشفى الأطفال والنساء التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة فعاليات المنتدى المصري الإفريقي الأول للعناية المركزة للأطفال وحديث الولادة والذي يستمر خلال الفترة من السابع إلى العشر من ديسمبر 2015 وشهدت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والإعلاجية المقدمة للمواطن المصري وألقى اللواء طبيب بهاء الدين زيدان قائد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء كلمة أشار فيها إلى أهمية المؤتمر الذي يعد واحدا من أهم الأنشطة والملتقيات الطبية التي تنظمها القوات المسلحة لمواكبة التطور العالمي في الأسليب والطرق العلاجية الحديثة في كافة التخصصات وأكد اللواء طبيب أحمد التاودي مدير الأكاديمية الطبية العسكرية ترحيب الأكاديمية بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة للاستفادة من الإمكانات الطبية والتعليمية المتطورة في تأهيل الأطباء وإثراء خبراتهم التي تعينهم في تنفيذ مهامهم الإنسانية لخدمة شعوبهم التي نرتبط معها بأوثق العلاقات من جانبه ألقى ممثل لتحاد الإفريقي كلمة أشار فيها إلى أن المنتدى يمثل إضافة مصرية طموحة في هذا المجال بما تملكه من الإمكانات والأجهزة الطبية الضخمة التي تجعلها في ريادة المؤسسات الطبية والتعليمية في القارة الإفريقية حضر الجلسة الافتتاحية اللواء أركان حرب عبد المردي غريب رئيس هيئة الإمداد والتموين وعدد من كبار قادة القوات المسلحة